فتاة مسلمة اسما وعلى الأوراق فقط حيث أنها لا تقيم صلاة ولا تصوم ولا تعترف من داخلها بالعبادات كافة فقد تأثرت أثناء وجودها مع والدها بإحدى البلاد الأوروبية بزميلة لها غير مسلمة لا تعترف بالأديان وبعد أن أكملت دراستها الجامعية عادت وتم تعيينها بوظيفة حكومية وتزوجت من زميل في العمل بعد أن وافق على تبرجها وعدم مناقشتها في شؤون الدين كان الزوج يظن أن زوجته سوف تتغير مع الأيام وستبدأ في إقامة الصلاة والصيام وغير ذلك من عبادات مثل أي سيدة مسلمة ولكنه فوجئ أنها تتحول من سيء إلى أسوأ فعندما حدثها أكثر من مرة عن ضرورة إقامتها للصلاة وكل العبادات صارحته بأنها لا تعترف بهذه العبادات ولا بوجود فرض من هذه العبادات فأصيب الزوج بالذهول وقال لها بغضب أنت في الشهر الأخير من حملك وبعد ولادتك سيكون لي معك تصرف آخر وضعت الزوجة حملها وبعد يومين وأثناء إرضاعها لابنتها وصل الحليب دون أن تراه إلى عينها فتعلقت عيناها إلى أعلى وظلت هكذا دون أن تحرك أطرافها فأسرعت بها إلى المستشفى وهناك أخذ الأب يدعو الله لابنته بالشفاء بينما الأم اكتفت بالبكاء وبعد أيام تم الشفاء للطفلة بعد أن كادت تموت كما قال الأطباء بسبب ضيق في التنفس أخذ الزوج يتعامل مع زوجته بهدوء لمدة عام كامل ويشرح كل يوم مجموعة أدلة لوجود الله مع ترديده لأسمائه الحسنى ومنها السميع الرحيم الشافي الذي استمع لدعائه ورحم ابنته وشفاها وطلب من زوجته أن تتوب إلى الله وعندما ظلت في عنادها طلب منها مغادرة البيت والذهاب إلى أهلها وأن لا تعود إليه إلا بعد رجوعها إلى الله فذهبت الزوجة بابنتها إلى أهلها وبعد مرور عامين من مغادرتها تعرضت الإبنة لأزمة شديدة وكان لابد من إجراء عملية جراحية لخطورة حالتها فأسرعت بها الأم إلى المستشفى وأثناء إجراء العملية سمعت الزوجة والديها وزوجها يرددون وبدموع عيونهم يقولون يا الله يا الله وبدون أن تدري وجدت نفسها تبكي أيضا وتردد يا الله يا الله وشعرت براحة نفسية كبيرة مع هذا الدعاء واطمئنان لم تشعره في حياتها فتأكدت أن الله حق وهو موجود ولا نستطيع الاستغناء عنه ولا إنكار وجوده وقالت لزوجها لقد أحسست فعلا في قرار نفسي أن الله موجود ونحن جميعا لا نستطيع الاستغناء ولا الابتعاد عنه لقد وجدت الله الخالق المصور المحي القاهر القادر على كل شيء لقد تبت إليه ولن أترك نفسي للشيطان مرة أخرى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قصة فتاة من أسرة طيبة معروفة بأخلاقها وبالدها كذلك تقدم لخطبة هذا الفتاة شاب مستقيم صالح ولكن الأمور في هذه الأسرة ليست بيد الوالد ولا بيد الفتاة ولا بيد أحد من إخوتها بل الأمر فيها إلى الوالدة التي تمدنت وتحضرت وتأثرت كثيرا بالقيم الغربية عقد العقد الشرعي بعد جهود جبارة لمعرفته بأصالة البنت وبعدها بدأ بتأثيث الشقة وكلفته كثيرا نظرا لتدخل الأم في اختيار كل صغيرة وكبيرة وذلك كان يغضبه ولكنه كان يتغاضى ويصبر كثيرا من أجل هذه الفتاة وبعد التأثيث اتفق على موعد السفاف وكانت الطامة عندها لأنه حصل خلاف كبير بين الزوج وبين والدة الفتاة في اختيار القصر الذي ستقام فيه الوليمة وطبع بطاقات الدعوة والمغنية فرفض المغنية رفضا تاما لعلمه بحرمتها وكذلك رفض الاختلاط بين الرجال والنساء لمعرفته بما يحدث من آثام أقلها النظرات المحرمة ويصر الزوج الملتزم على عدم المخالفة الشرعية وبسبب تكبر أم الزوجة ورمي زوج ابنتها بالفقر والتخلف وعدم التحضر والعصرية يفشل الزواج فلم يكن أمام الزوج من حل سوى الانفصال عن تلك الفتاة ثم تقدم إلى أسرة أخرى واستخار الله تعالى فسألوا عنه فوجدوه إنسانا صالحا وسرعان ما وافقوا عليه وتزوج ورزقه الله الذرية الصالحة وبقيت الفتاة الأولى في بيت أبيها عانسا ووصل سنها إلى الرابعة والثلاثين لا يقربها الخطاب لكبر سنها أولا ولطلاقها ثانيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فتاة صالحة وعلى خلق ودين كانت تعيش بأفقر حي في بلادها ورغم ذلك تخرجت بتفوق من الجامعة ورغم أنها تلقت عروضا كثيرة من أكبر المدارس الخاصة للعمل بها إلا أنها فضلت العمل بمدرسة الحي الذي تعيش فيه وعزمت على تنشيئة أطفال المدرسة على الأخلاق والعلم والطموح والوقوف بجانبهم فكانت تشتري لهم ما ينقصهم من حقائب وكتب ودفاتر حتى الملابس والأحذية كانت تساهم في شرائها لهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وفي أحد الأيام طلب أستاذ علم نفس بأشهر الجامعات من طلبته إجراء بحث ميداني عن 180 طفلا هم كل تلاميذ هذه المدرسة بالحي الفقير وكتابة توقعاتهم لمستقبل كل طفل منهم وبعد استيفاء كل المعلومات من الأطفال وذويهم توصل الطلاب إلى أن هؤلاء الأطفال لا مستقبل لهم وأنهم حتما سيكونون من الفاشلين في الحياة وبعد مرور عشرين عاماً وقعت أوراق نتائج البحث تحت يد أستاذ جامعي آخر والذي طلب من طلبته البحث عن كل شخص من هؤلاء ومعرفة حالهم اليوم فجاءت النتيجة غير متوقعة لقد نجح 177 من هؤلاء الأطفال في حياتهم من مهندس لطبيب لرجل أعمال ناجح فقرر الأستاذ الجامعي الذهاب إلى هؤلاء الأشخاص وسؤال كل شخص بنفسه ما سبب نجاحك غير المتوقع في الحياة فجأ الأستاذ الجامعي بالجميع ينسبون نجاحهم وتفوقهم للمعلمة التي آمنت بقدراتهم ودرست لهم وساعدتهم في صغرهم وتابعتهم في كل مشوار حياتهم وذللت لهم كل عقبة تعطل مسيرتهم ووجد اسمها محفوراً في قلوبهم جميعاً وعندما التقى بهذه المعلمة وجدها غاية التواضع وقد ساهمت بمجهودها في تعليم النساء وكبار السن من الأميين وعندها سألها الأستاذ الجامعي لماذا أفنت عمرها مع الفقراء رغم كل العروض المربحة التي قدمت لها قالت مبتسمة أنا أبحث عن الجنة ثم أشارت إلى لوحة بداخلها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء والصابرين وهم جلساء الله يوم القيامة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس